النرويج بلد اسكندنافية وتقع في شمال أوروبا تمتد النرويج من شمال المنطقة القطبية الشمالية إلى مناخ أدفع في الجنوب تقع بيرغين في جنوب غرب النرويج وتشتهر بكثرة التساقط الأمطار فيها هذا الفيلم لك أنت الذي تسكن في بيرغين لأول مرة يحتوي الفيلم على معلومات مهمة إن كنت ساكنا في منطقة أوبيئة تختلف عن النرويج في بلدية بيرغين نحن الجهة المسؤولة عن إبرام أقد الأجار الخاص بك اسمنا وكالة إدارة السكن ABF مرحبا بكم في بيرغين من الشائع في النرويج العيش في منزل مستقل أو في شقة في منزل أو في بيوت ملتسقة أو في شقة في عمارة بغض النظر عن نوع المنزل أو الشقة التي تعيش فيها فهناك بعض الأشياء المهمة التي يجب عليك معرفتها حول البقاء في أمان وصحة جيدة بشكل عام يمكن للمرء القول أن ذلك له علاقة تكبيرة بالتكيف مع المناخ في بيرغين وأن يكون المرء في مأمن من المخاطر المتعلقة بشبكات الماء والكهرباء والنار المواضيع الرئيسية لهذا الفيلم هي الحرارة والتهوية التأمين النفايات الماء الأمان الآفات التلفزيون والإنترنت الحرارة والتهوية في النروج نحتاج لمنازل جيدة ودافعة للعيش فيها ونحن بحاجة أن يكون المناخ في الداخل عكس المناخ في الخارج يتم إنشاء المناخ الداخلي والمحافظة عليه بقسطة شيئين الحرارة والتهوية نولد الحرارة باستخدام مصادر الحرارة مثل المدافع تحدث التهوية عن طريق تدفق الهواء المستمر في المنزل يحدث ذلك عن طريق فتحات التهوية في الحائط وعندما نفتح النوافذ فبذلك يتم نقل الهواء الرطب خارج الغرف لكي يتدفق الهواء خلف الأثاث فيجب سحبه قليلا عن الحائط من الممكن أن تصاب الغرف الباردة والمكتومة بالرطوبة والفطريات نرى ذلك كبقع سوداء ورواسب على الجدران إن لاحظتم هذه الأشياء فيجب عليكم إبلاغ ABF في الحمامات ننشئ هواء رطب إضافي لذلك من الضروري جدا أن تكون فتحات التهوية مفتوحة بالإضافة إلى فتح النافذة بعد الاستحمام كما يجب تجفيف الأرضية والجدران في المطبخ يؤدي طهي الطعام إلى الرائحة وبخار الماء لهذا السبب من المهم استخدام مفرغة الهواء فيجب دائما تشغيل هذه المروحة الكهربائية بكامل طاقتها أثناء الطهي يوجد في مفرغة الهواء فلتر يقوم بجمع الدهون والأوساخ من الضروري غسل الفلتر مرة واحدة شهريا لأن الشحوم القديمة التي تتجمع هنا قد تسبب في خطر نشوء حريق يجب عدم تجفيف الملابس داخل الشقة لأن ذلك ينتج عنه الهواء الرطب بكثرة حيث ما أمكن يجب تجفيف الملابس في الغرف المشتركة أو في الهواء الطلق في المساحات المشتركة يعد الهواء الجيد والمناخ الداخلي من الأمور المهمة لصحتك وصحة أسرتك التهوية والتدفئة هم أهم المتطلبات للنجاح في تحقيق ذلك التأمين نتمنى من الجميع أن يحافظوا على منازلنا لكن قد تحدث حوادث لذلك من المهم شراء التأمين هناك العديد من أنواع التأمين يسمى نوع التأمين الذي نتحدث عنه هنا التأمين على أثاث المنزل يغطي هذا التأمين جميع الأشياء الموجودة في الشقة مثل الأثاث التلفزيون والملابس أدوات المطبخ وكافة الأشياء التي نملكها إن كان لديك تأمين على المنزل ووجب عليك مغادرته بسبب الحريق أو أي حادثة أخرى فستحصل على مساعدة لكي تسكن في منزل جديد وستحصل على تعويض عن الممتلكات المفقودة بدون التأمين على أثاث المنزل لن تحصل على مثل هذه المساعدة لذلك من المهم جدا أن يكون لديك هذا التأمين إن تسربت مياه في بيت جارك فإن تأمينك وليس تأمين جارك الذي يمنحك أريك جديدة التأمين على أثاث المنزل ليس باهض الثمن يكلف التأمين حوالي ألف كرون نرويجي في السنة وهي نفس تكلفة ثلاثة لترات من الحليب في الشهر ويوفر أمنا مهم في حالة وقوع حادث يمكنك الحصول على هذا التأمين عن طريق الاتصال بشركة تأمين أو مصرفك وطلب التأمين على منزلك النفايات يتم جمع نفاياتنا كل أسبوع للتخلص منها ولكن قبل أن يحدث هذا يجب أن نكون قد تعاملنا مع النفايات بشكل صحيح هناك براميل نفايات تابعة للمنازل التي نعيش فيها عادة يكون لكل منزل برميل نفايات خاص به والبعض لديهم براميل للكراتين والورقة يجب أن تبقى هذه البراميل مغلقة لكي لا تجذب الحيوانات إليها يمكن تصنيف نفاياتنا كالتالي الكرتون والورق البلاستيك والنفايات إذا كان لديك برميل واحد فقط للنفايات فيمكنك إيداع البلاستيك والورق في نقطة الإرجاع الموجودة في منطقتك المحلية وكذلك يمكنك إيداع الزجاج والحديد لا يمكن ترك العفش والأجسام وراءنا فقط الأشياء التي لها مكان في الحاوية يمكن إلقاؤها فيها لا ينبغي كب لمبات الإنارة والبطاريات في القمامة العادية ولكن يمكن تسليمها للبقالات لا ينبغي وضع الأثاث ونفايات أخرى في المناطق المشتركة حيث نعيش عندما نحتاج أن نتخلص من الأشياء الكبيرة فيمكن نقلها إلى أقرب مركز للنفايات لا ينبغي صرف زيت القلي في المرحاض أو في المغاسل قم بصب الزيت في كيس أو في حاوية ومن ثم قم بإلقائها في النفاية بعض الشقق في بيرغين تكون مربوطة في شبكة الجمع التلقائي بالتفريخ إن كنت تسكن في مثل هذه الشقق فستصلك معلومات حول كيفية استعمالها في بيرغين تسمى شركة النفايات بير يمكنك أن تعرف المزيد عن هذه الشركة من خلال الموقع الخاص بهم على بير.انو توفر لنا المعالجة المناسبة للنفايات بيئة جيدة ونظيفة يسعد العيش فيها لذلك الإدارة الجيدة للنفايات المهمة أربعة الماء لدينا الكثير من الماء وعادة يمكننا شربها من الصنبور دون أن نغليها أولا المياه في الشقة يجب أن لا تكون في الأماكن الغير معتادة نرى في بعض الأحيان أن الماء يتسرب من الأنابيب التي تحت الحوض هذا قد يلحق الضرر بمرور الوقت ولكنه لا يشكل بالضرورة خطرا فوريا يمكن للمرء أن يجد حلا مأقت ومن ثم الاتصال في اي بي اف في أول فرصة تتاح أنت المسؤول عن الإشراف عن تلك المصارف في الغرف المبللة يوجد بالوع للماء في الأرض حتى يتسنى تصريف المياه من خلالها فلذلك يجب أن لا تكون مسدودة بمرور الوقت قد تنسد البالوع يجب فك الغطاء أو رفعه لإزالة الشعر والمواد الأخرى يمكن للمرء أيضا استعمال مواد فتح البالوعات التي تباع في المتاجر إن لم يساعد ذلك فيجب الاتصال في اي بي اف على الرغم من أن الحمام يتحمل الماء فلا يجب غمر أرضه بالماء لأنها قد تتسرب للطابق الأدنى وقد تلحق في ضرر بشقتك وشقة جارك يوجد في بعض المطابق نظام سد الماء يقوم هذا النظام على سد إمداد المياه عند اكتشافه إذا انقطع الماء من الصنبور فقم بفحص محبس الماء تحت المغسلة إذا توقف النظام عن إمداد المياه بسبب انسكاب الماء فقم بتجفيفه تتم إعادة ضبط النظام عن طريق ضغط زر إعادة التنظيم الماء هو أهم أحد الأشياء التي لدينا فلذلك من المهم أيضا أن يكون المنزل جاه تسبب تسربات المياه في حدوث أضرار ومشاكل ينبغي علينا تجنبها للعيش بأمان فإننا نتبع إجراءات بسيطة في الحياة اليومية بهذه الطريقة نمنح حصول الحوادث غير المرغوب فيها والخطيرة في حالة حدوث حالة طارئة فهناك ثلاثة أرقام هواتف من المهم تذكرها 110 للإطفاء 112 للشرطة 113 للمساعدة الطبية الحفاظ على المساحات المشتركة مرتبة ومنظمة ليس أمرا لطيفا فحسب بل أن ذلك مهم لضمان بقاء طرق الهروب مفتوحة الأثاث والخردة التي تحتل مكانا يمكن أن تكون مزعجة للمرأة في الأحوال العادية ومن الممكن أن تكون خطيرة بشكل مباشر في حالة حدوث حريق يجب إبقاء المخارج مرتبة وخالية من الأشياء في حالة نشوب حريق كما يجب أن تظل البوابات الرئيسية مقفلة خاصة في الليل النار هي من بين الأخطار التي نمنع حدوثها دائما إذن ما هو أهم شيء نفعله في هذا المضمار يجب أن يكون هناك على الأقل كاشفان للدخان في الشقة ويجب أن تثبت هذه الكاشفات على السقف عندما تحتاج البطارية إلى الاستبدال يصدر الكاشف صوتا يشبه الصفير كل دقيقة عندها يجب استبدال البطارية بأخرى جديدة يمكنك الحصول على بطاريات لكاشف الدخان الخاص بك في مكتب استقبال ABF مجانا يجب عدم فك وإنزال كاشف الدخان أو إبقائه بدون بطارية هناك شيء آخر يمنع حدوث الحريق وهو حارس الطبخ فإذا نسينا مثلا غلايا ساخن على الطبخ فسوف يخطرنا حارس الطبخ بذلك بإصدار صوت ومن ثم يقوم بقطع مصدر الطاقة والاستخدام الطبخ مرة أخرى يجب إعادة ضبط حارس الطبخ تحدث حرائق منزلية كثيرة جدا بالقرب من الطبخ والقلي يسبب الاشتعال بشكل خاص عند ارتفاع درجة الحرارة إذا حدث حريق في الزيت المغلي فلا تستخدم الماء أو مطفئة الحريق أطفئ النار بوضع غطاء على الغلاية أو إناء القلي يجب أن تحتوي جبيع المنازل أو الشقق على طفاية حريق واحدة على الأقل تذكر أنه يجب فحص ضغط طفاية الحريق بانتظام وقلب الجهاز كل 6 أشهر يجب عدم تقضية المواقد الكهربائية والطباخ بواسطة الستائر أو الملابس أو أي شيء آخر هذا يمكن أن يسبب الحريق يتم التحكم في النظام الكهربائي في الشقة بواسطة صندوق الفيوزات المصاهر يجب أن نعرف مكان وجود صندوق الفيوزات إذا فقدت الطاقة الكهربائية فيجب التحقق أولا مما إذا كانت القواطع في صندوق الفيوزات قد قسلت يمكن أن يحدث هذا إذا قمنا بسحب الكثير من الطاقة الكهربائية من الشبكة أو إذا كان هناك جهاز معطوب في البيت اسحب سلك التوصيل لآخر جهاز استخدمته من المقبس وارفع لسان القاطع للأعلى مرة أخرى إذا استمرت المشكلة فيجب عليك الاتصال بـ ABF العديد من الشقق لدينا مزودة بنظام المرشات في حالة نشوب حريق يتم تنشيط هذه المرشات فتطلق كميات كبيرة من الماء يجب عدم لمس المرشات أو استخدامها لتعليق الأشياء عليها لا يحتاج المرء للخوف من أن يتم إطلاق المرشات بواسطة أجهزة الإنذار بالحريق فهذه يتم تشغيلها فقط عند حصول درجات حرارة عالية العديد من المباني مزودة بنظام إنذار حريق مركزي وإذا أطلق جهاز الإنذار في شقة من الشقق فسيتم إطلاقه في كل الشقق الأخرى لكن قبل أن يتم إختار المبنى بأكمله لديك دقيقتان لإيقاف تشغيل جهاز الإنذار إذا كان قد أطلق خطأاً عادة ما يتم العثور على زر إعادة الضبط بالقرب من مدخل البناية الرئيسي إذا تم تنبيه قسم الإطفاء من خلال إنذار كاذب فيجب على المرء الاتصالي بإدارة الإطفاء وإشعارها يجب استخدام رقم الطوارئ فقط في حالات الطوارئ يمكن أن تشكل الطاقة الكهربائية والحرارة المرتفعة خطراً ولكن عبر الاستخدام الصحيح واتخاذ تدابير السلامة المناسبة يكون المرء في مأمن من الخطر الآفات هناك أنواع مختلفة من الآفات والحيوانات الضر التي يمكن أن تسبب لنا مشاكل الجردان والصراصير والنمل والعث هي آفات لا نريدها في المنزل وفي حالة حصول مشاكل الآفات فاتصل فيه بق الفراش هو حشرة فيلية وهو موجود داخل المنازل في جميع أنحاء العالم إنه يعض الناس والعيش معه مزعج للغاية الرغم عدم خطورته بق الفراش أصبح أكثر شيوعاً في النروج في السنوات الأخيرة ويعزى ذلك جزئياً إلى أننا نسافر أكثر عندما نعيش في خارج البلاد ينبغي أن نفحص السرير والأريكة والمناطق المحيطة تحثاً عن البراز والبيض ينبغي على المرء دائماً إبقاء الحقائب مغلقة ووضعها في مكان عال ليس على الأرض مباشرة أو تحت السرير ينبغي للمرء تجنب العيش في الأماكن التي توجد بها علامات تدل على وجود بق الفراش إذا شك المرء في أنه عاش في مكان ما مع بق الفراش أو الصراصير فيجب فتح الأمتعة خارج المنزل يجب أن يتم نفض المحتويات وغسلها في درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية يجب أيضاً معالجة حقائب السفر بالحرارة أو البرودة ينتشر بق الفراش بسهولة إلى الشقق المجاورة لذلك من المهم منع ذلك ومعالجة الأغراض الموبوءة بالبق إذا تمكن بق الفراش من الاستقرار في شقتك فيجب معالجتها من قبل المتخصصين يجب أن لا نتخلص من بقايا الطعام برميها في الخارج فهذا يجذب الفئران والطيور الكبيرة مشاكل الآفات هي شيء يمكن أن يعاني منه الجميع ولا يعني ذلك بالضرورة أن المرء قد رتكب خطعاً ومع ذلك من المهم أن تكون لديك معرفة بكيفية الوقاية من هذه الآفات التلفزيون والإنترنت يمكن للسكان في شقق ABF ربط الشقة بخدمات التلفزيون والإنترنت من أجل استخدام التلفزيون والإنترنت يجب عليك طلب الاشتراك لدى أحد الموردين بنفسك التكلفة يغطيها المستأجر نفسه يختار المرء نفسه ما إذا كان يريد الاشتراك في خدمة التلفزيون أو الإنترنت فقط أو في كلايهما تثبيت لاقطات الأطمار الصناعية غير مسموح في منازل ABF يوفر مورد خدمات التلفزيون والإنترنت تعليمات التوصيل ويمكن الاتصال به إذا كان لديك أسئلة أو مشاكل عندما تنتقل إلى أحد شقاقنا يبدأ اشتراك الكهرباء بالسريان وتكلفة الكهرباء تغطيها بنفسك كمستأجر كمستأجر جديد عندنا نأمل أن تشعر أنت وأسرتك بالراحة في الشقة نطلب منك أن تعتني بالشقة ونأمل أن تستمتع بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر